ماذا بعد رمضان أيها الإخوة الكرام إن الله سبارك وتعالى حي صيوم يقبل العمل فمن الذي غرّك به خلق الله عز وجل الخلق ليعبدوه كما قال سبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون المهم أن تحقق العبودية لله ماذا بعد رمضان فالسؤال لماذا يفتر الناس بعد رمضان لماذا يقبلون على الله في رمضان ثم يفترون بعد ذلك إذا كان المسألة جد في العبادة فلقد رأيناهم يجدون إذن في إمكانيهم أن يجدوا في غير رمضان إهم عن هذا الكلام يضحكون على الله ليه هذا التقرير ليه لاتبع وعجين المساجد من الآن ليه لاتبع وعجين فرغت المساجد إمتبع إذن فالله عز وجل يعاملنا بالفضل فما الذي غرك به وجعلك تجبر عنه بعد رمضان لا يحصي عليك بعد رمضان أو يغفل عنك فلا يرش لماذا نعامل الله عز وجل هذه المعاملة ولماذا لا نقبل عليه دائما في كل يوم وفي كل ساعة هذا عقوق أيها الشراء ماذا بعد رمضان عقوق الكريم له ويوشك الله سبارك وتعالى أن يعاقب النبي حلم عليه كثيرا فلم يرجع امتبع ما هو الحل؟ الحل أن تحف ربك أن تحف ربك إذا حققت معنى العبودية لم ترى مثقة لأمر ولا لنهر يا الله